نروح دلوقتي تصبح برضو مرة تانية على زميلتنا دينة شرف ونروح نتعرف منها على ايه اهم واخر الانباء في موجز الثامنة صباحا شكرا لك مصطفى الثامنة صباحا بتوقيته القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي محمد شايع السودانية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المباركة وتمنيا لمصر كل الخير والازدهار حكومة وشعبا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس السيسي اعرب عن التقدير والامتنال لرئيس الوزراء العراقي وتمنيات للعراق الشقيقة بالامن والاستقرار والرخاء قالت توزارة الدفاع الامريكية بنتاجون ان رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة مارك ميلي بحث في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان سلامة الامريكيين في السودان وذكر بيان صادر عن مكتب المسؤول الامريكي ان الطرفين ناقش تطورات الوضع في السودان يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن خيارات المحتملة لاخلاء سفاراتها في خضم الاشتباكات الدائرة في العاصمة السودانية الخرطوم اعرب الامير العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط عن ترحيبه باعلن قوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف اطلاق النار خلال ايام عيد الفتر المبارك وقال الامير العام لجامعة العربية ان اتفاق وقف اطلاق النار سيتيح الفرصة لاستعادة الهدوء وبما يسمح للمدنيين بالحصول على الاحتياجات الاساسية وفتح الممرات الانسانية للتعامل مع الحالات الانسانية الحرجة وتمكين المستشفيات من العمل واضف ان الجامعة العربية تؤكد على ضرورة البناء على وقف اطلاق النار حقنا لدماء ابناء الشعب السوداني رحب رئيس البرلمان العربي عادل عسومي باعلن قوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف اطلاق النار خلال ايام عيد الفطر المبارك مثمنا الجهود العربية والدولية كافة التي بدرت في هذا الشأن وذلك لوقف نزيف الدماء من ابناء الشعب السوداني ودع رئيس البرلمان العربي الاطراف السودانية كافة الى الالتزام بالهدنة والبناء عليها من اجل توصل الى حل للازمة الراهنة ووقف دائم لاطلاق النار حقنا لدماء الشعب السوداني مؤكدا دعم البرلمان العربي لكل الجهود التي تبدل لحل حالة الازمة بين الاطراف السودانية وتضامنه الكامل مع الشعب السوداني وتطلعاته في تحقيق الامن والامان والاستقرار جدد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جراسي دعواته للاطراف المعنية لإقامة محيط امني حول محطة الطاقة النوية زابورجيا في اوكرانيا وقال المسؤول الاممي انه لمساح خلال زيارته الاخيرة الى المحطة النووية مؤشرات واضحة على استعدادات عسكرية في المنطقة معربا عن قلقه بشأن الوضع في محطة زابورجيا بعد ورود تقارير عن خبراء الوكالة في الموقع تفيد بسماع انفجارات ما يشير الى قصف مكثف ختام موذة الثامنة فاصل وانا وضع حضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر